انحيازك لجهة ما بعمق مبدئي المركز وأنا شخصيا في الانحياز المؤكد للمؤسسة العسكرية السودانية التي تتعامل بروح المؤسسية وليس روح الأحزاب فيها وليس روح الكزان فيها وليس روح كل الخوانة المستفيدين فيها حيازي للجيش المؤسسة وأمني ما نقاطع بأن الجيش يمكن معالجتها بالجيش نفسه وليس بالمدنيين نحن الذين لا نبضى بذلك الأمر شيء خلوني أنا أقسم أعمل شير للسكرين عشان نشوف الموضوعات اللي هي محل الحديث أفتكر السودانين كلهم شافوا البيان بسم الله الرحمن الرحيم السري جمهورية السودان قرارات القائد العام رغم 163 العام كذا ما هنقفده كثير الموضوع انسحاب الموضوع انسحاب والتاريخ أمامكم يوم 18 ديسمبر 2023 للتاريخ متى قرار القائد العام اللي هو البرهان بعض الاطلاع على المراسيم الدستورية بالأرغام 38 لسنة 2019 دا كله كلام احنا أبدا فهم في شيء وواحد وعشرين لسنة 2021 ونهربعة لسنة كذا كذا وعملا بحكم وعملا بحكم المادة كذا وكذا من قانون القوات المسلح احنا معا ساكل ربنا فهم الكلام دا كلام ولا فهمين الحاجة دي ولا ما شئنا بحثنا ولا عرفنا القوانين دي بتقول في شنو ولا اي حاجة بنمشي فيها سريع جدا لأنه ما عندنا عندنا مربط فرص هنا الغرار الآتي تنسحب واحد تنسحب قوات الفرق الأولى مشامي مدينة ودمدني فاوران وذلك وفقا لخطة وضعتها هيئة القيادة لاستدراج مليشيات الدعم السريع المتمرد داخل مدينة ودمدني ومن ثم الهجوم عليها للقضاء على تلك القوات تماما اثنين على جهات الاختصاص اتخاذ ما يلزم تنفيذ هذا القرار التوقيع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وصورة للناس دير خلونا نمشي في الحاجات دي وحدة وحدة نشوف الحاجة التانية اللي هي تبنت عليها الفكرة أيضا الغيادة العامة للقوات المسلحة ده هنا فيه الجانب بهناك فيه مكتوب الإنجليزي وده ما فيه وده الملاحظات على المركز خلونا من التفصيلات دي خلونا نشوف الحاجة دي مكتوبة امتين مكتوبة يوم خمسة وعشرين فبرايل في الشهر الحسن إحنا فيه ذا السيدة الغايدة العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع نتاج توصيات مجلس التحقيق عن انسحاب ده الكلام اللي كنا نتكلم عنه لازم تنشروا لنا لجنة التحقيق دي ومتلح قوة لجنة أديب وكل الكلام ده الناس عارفين وماذا نعيد المرجع خلينا من المرجع خلينا من ده كله دي كلها الناس قروة طوال خلص المجلس على النتاج الآت احنا معرفين من المجلس منه بعد التحقيق مهد مع السيدة اللي واركو نحمط الطيب قائد الفرقة الأولى مشاء والاستماع لشهادات الشهود ومراجعة الوثائق المرتبطة بمجلس التحقيق أعلى خلص المجلس على النتاج العاتية انسحاب الفرقة الأولى مشاتمة بتعليمات من السيدة القائدة العام من القوات المسلح بالانسحاب من مدينة workflow الدعم السريع المتمرد بالدخول إلى مدينة والمدني ومن ثم تطويقها والهجوم عليها مرة أخرى وذلك حسب وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة وضعتها القيادة منه القيادة العامة للقوات المسلحة وده التوقيح هنا التوقيع ده مقارنة بالتوقيع الآخر مختلفين التوقيعات في واحد من اثنين سري للغاية وشخصي سري للغاية وشخصي خلينا نطلع من ده ونمشي لحاية نسمع نسمع يا عبد الفتاح أنا والله أشكك في الجيش وأشكك في خيانته للوطن وأشكك في الأكاذيب اللي بعمله والآن سيغتي أنا أمبارح أمبارح الساعة الثانية كتبت في قلوب كبير أداء الجيش يسلي للصطر الجيش ده كان موجود في أي نقطة في مدني فجأ يختفي الوطن تبلعوا فجأوا من ألقاوا فجأوا يختفي طيب الكلام الأخير ده أنتو الكلام سابعين لهم كلام الأخير ده بتاع محمد الطيب وبودين السكرتير السابق لنادي الابتحاد المدني كلام واضح من أخطر التسجيلات البلد كانت مليانة جيش فجأة اختفي طيب كثيرا ما تحدثنا كمركز عن خيانة تقدم وتغزم البابا وكل الأحزاب للوطن عبر التعاون مع الجنجوي واتخاذهم الجنجوي جيد ظهيرا والغرض هو هزيمة الجيش باحتبار أن الجيش هو جيش الحركة الإسلامية ووصلوا مرحلتين ويسموا جيش كارتي ادعاونهم على الإمارات وهذه خيانة والإمارات وما أدرك من الإمارات وكل معروف ما دال النعيد واتخاذها ظهيرا فتح وكشف ظهر السودان للأجانب واتخاذهم ظهيرا كل من أثيوبيا وكينيا وتشاد وهذه كلها خيانة عصبا ما في أي نغاش استغرارهم في بلدان معادية للسودان ومصر على دمار وخرابة دولة السودانية نتكلم عن الجيش كمؤسسة بالبادمة محاولة تجريم الجيش ودح نفرج له حلقة هسته في الآيام الجادي لأنه هو ركبير جدا نتقدم لأنه عندنا تواصل معه الأون المتحدة وتواصل معه جهاته هو الإنسان وتواصل معه المحكمة الجناية الدولية ماذا فعل البرهان في تسليم مدينة ودمدني للجنجويد ماذا فعل البرهان هذه خيانة مباشرة للتراب وللمواطنين ولأفراد الجيش ده الجيش الموسط نتكلم عنه نحن دي خيانة لهم أيضا خيانة للأمانة وفشل زريع في الإدارة وهذا يعتبر خيانة أكبر من خيانة الحرية والتقييد نحن في المركز هنا لا نقرأ الأشياء بالهواء لا نقرأ فينا لنحب هذا أو نقرأ ذلك أبدا نم نقرأ الحاجات بالتراب ودعم غنال بنقرأ بالحاجات لذلك ما بنجاب زول في المحطة دي أصلا أي أن كان أي أن كان موقعه ولا كانت وظيفته بنعرف نمائز كويس ونفرس كويس بين الوطن التراب وبين الأفراد وبين الهوى الشخصي كثيرا ما تحدثت قيادة الجيش عن أن الحرية والتغيير بيطفون في البلاد وده موضوع ما عندنا أخلاف فيه على الإطلاق لو جمينا أي زول ما عندنا أخلاف فيه في البعمل وفيه جماعة دين بالأسانيد والأسس هي ما نتكلم عن حاجة ساكت طيب الخيانة دي في الحساب السياسي هل هي متساوية أم غير متساوية دا أنا بتتركه لعقلك خيانة حرية والتغيير وخيانة البرهان بتسليم مدني بناء على هذه البيانات اللي بيدعمل معها المركز بالبيانات الوصلاته دي باحتبارها حقيقة نهم يحورين اتنين أنا بيدعمل معها باحتبارها حقيقة بيدعمل معها باحتبارها غير حقيقة وبوريك في نهاية اللقاء ليه إذا كانت ما حقيقة الموقف شنوه لكن المركز بيحتبره حقيقة ما ثلب البيانات دي وحنوضح المفروض يحصل شن حرية تغيير بالحيل خانة الوطن وانت يا البرهان خنت الوطن وليس الجيش السوداني خانة الوطن لأن الجيش احنا شافين من أولادنا دين أولادنا دين بشابوا زي فرس السباق أولادنا دين بشابوا زي فرس السباق عشان يحسنوا الجنجويد في عشية وضعاء فك لجام وربط لجام كل المسألة دي مرصودة عندنا في المركز هنا حصل في مدني دا خيانة كبرى إذا كانت بتخطيط أو بغير تخطيط خيانة كبرى ما فيها أي نغاش وتقصير في أداء الواجب وإهمال مهني صارق وواضح يستوجب المحاسبة الفورية من الإنسان الذي اتقذ الغرار وهذه الأوراق والبيانات الصدرة هي صادرة من البرهان وأنا بأدعمل معك صادرة من البرهان إلى أن يحدث الحديث الله أمره المعروف إنه الجيش للأسف الشديد بيعمل بالتعليمات لكن المهمة هي إبعاد الأزى عن الناس والأزى هنا الحرب ووجود الجنجويد مع المناطن الأعزل أي روح أو أي فتاة تصبت أو أي إنسان شرد من بلده أو فقد ماله واستقراره هو مباشرة في رقبة البرهان مباشرة ما في أي وسائد إنما طالب المركز تقيير القيادة العسكرية وتشكيل مجلس حرب وحكومة حرب تعمل أسس وخطط واضحة مع فريق دبلوماسي وفرق دبلوماسية متخصصة وإعلان حالة الطواري في البلاد وإقلاق الأجواء وتقيير العملة كلام ذات قال في وقت بدري جدا ومناسب جدا وحذرنا منهم المجموعة الفرق ديقول له خيكون فاييكوز على الإطاق الكيزان ما يكونوا في المحطة عشان البلد دامرو يستقيم كل هذه الأمور قدم المركز بدراسات وأشياء مكتوبة وبالمخطيات السياسية وكيفية حماية التراب وصونه مركز قدم نظرية الشعب المسلح ووقف الحرب عمليا وليس كما تريدها الحرية والتقيير أسس دي نحن وضعناها على أساس أنها توقف الحرب عمليا لأنه لا للحرب هو شعار حق أريد به باطل وتحقيق ذات من سحاب المدني وضع الجنجاويد في محطة أو مكان متغدم جدا في هذه الحرب الغزرة ليه ليه وضعهم في حتة متغدمة واحد عدم البصيرة السياسية والدبلوماسية عرفناها المعرفة والبصيرة في السياسة والعمل الدبلوماسي ده عرفناه وفهمناه نحن كمدنيين مغون بالنسبة لنا كما تجيب لها فشل مهني الناس لا بسدها بابير وكلية عربية ونطيط تجيب لها تجيب لها فشل في مهنتك ذاتا العسكرية دي بس تفشل فيه ذاتا وعشرات السنين فشلت انت ما فشل الجيش لا فشلت المنظومة على الإطلاق انت الفشل البيان قال قريتوا كلكم وهمناه نقطة فيه وياه الخطة كانت استدراج جدا جويد ليدخلوا مدني ومن ثم القضاء عليه كلام ده كان ميتين كلام ده كان يوم 18-12 على حسب البيانة الصادر اللي دعاول معه المركز كحقيقة يوم 18-12 جسد البيان ده يوم 25-22 من يوم 18-12 لحد يوم 25-22 شهرين وثمانية أيام بالضبط إذا احتبرنا الخطة دي كمين كيف بتاخد الزمن الطويل ده حتى انك تهاجم ده إذا اتكلمنا بالكلام العام أنا أجهل زور بالعسكرية ما بفهم في أي حاجة لكن بمشي أقرأ أقرأ عن الخطة العسكرية وعن إدارات الحروب وقالنا الكتب بتاعت إدارة الحروب والمعارك والتاريخ بتاع الحروب العالمية وكل العاجات إذا كانت في خطة ما أخذ الزمن ده كله للليلة إذا ما دخلته مدني خليتهم دخلوا مدني لحد الليلة ما دار تنفيز أمتين الخطة بتاعت الغضاء عليهم أمتين إذا كانت خطة بعد دخول مدني بالحساب السياسي والكتب السياسي اللي بتقول والعسكرية بتقول ثلاثة لأسبوع بتفتح كمين ثلاثة لأسبوع بتكفل عليهم أرجع لكتاب دارة الحروب ما في كمين بتتمشي مشهور والسنين ما في مدينة بيعملوها كمين ما في أنو المدينة فيها الناس قاعدين في الحياة ما بتنفع كمين المدن عادة في الحروب في الكتب بتقول كذا بمنع الدخ ووصول الحرب للمدينة دي قالب بعد أساف العسكرين أنا أجعل زور بالعسكرية لكن ده كتاب العسكرية بك ده إذا إننا نحنا اتفقنا مبدئيا معا إن الخطة دي كمين ومدروس ومدروسة المخاطر بتحت الكمين التمام ممكن تسوق بلى لمدينة آمنة وأهلها آمنين وأي مدينة هذا وأي إغليم هذا هي المدينة التانية في السودان وهي المدينة الأولى على مستوى المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي وكل راس المال بعد تدمير العاصمة المثلسة كل راس المال مش هناك وكل العقول مش هناك وكل حرائرنا مش هناك وكل من يقدر على السفر سافر إلى مدني يبقى أصلا أصبحت المدينة الملجأ دي كان المفروض هي تكون في الدفاعات كلها ومستحيل يدخل السود أصلا أيًا كان يبقى غير تسليم إنك تسوق للجنجويد بهذه المدينة مدينة محور الثقل الأولى في العمغ الاقتصادي والعمغ الاجتماعي المدينة فيها مشروع الجزيرة سلة قزاء السودان خلينا من أي كلام العالم ولا دوام وكيد كلام في الموضوع هذا وإلى عامل الأساسي دخول الجنجويد مدني والجزيرة وإستباحة كل قراء تسعة وتلاتين غرية إستباحة تسعة وتلاتين غرية بجانب المدينة الكبيرة والمدن الأخرى في الإقليم الأوسط ودأ العجل ب المجاعد في السودان التي ستعلن في مقبل الأيام الرسمية هل تعلم ذلك يا برهان بلغة المخاطر المسؤول منه من دين الناس الماتت الناس اللي تشردت الناس النزفت بناتنا اللي اقتصابون الهجروم المدينة اللي اتخربت وعمارة قرب الإنسان اللي اتهزم نفسينا الرجل اللي كسرته كسرو عربته بالمندوبية منه البيتفعل هذا النسبة لي أنا كأكاديمي أنا طبعا نجحة لزور البلاد بالعسكري لا أنا كأكاديمي بالنسبة لي الأمور بيتو خاص بالنتائج إذا الأمر إدارته عسكرية أو إدارته مدنية أو عمل زراعي أو عمل اقتصادي أو عمل تجاري أنا علي بشنو بالنتائج ما حاقدر أقول أنا لحبوبتي البلد دي اقتصاد كبير واقتصاد قوي والاقتصاد بشتغل كده يا أمي ولا يا حبوبة أبتفهم تفهم إنها تمشي الدكان تمشي الفورم تشتري العيش رخيص وتشتري الطماطم رخيص ده فهم لنجاح البلد ونجاح الغادة ونجاح الاقتصاد ده فهم فبتفهم الأمور دي بالعمق بتاع النتائج أنا عملت أشنو فتحت لهم دخلتهم من قير دراسة لأي خواطر لأي مخاطر ما في دراسة أصلا العسكرية دي والمناسبة فيها دراسة بتاع الخواطر مخاطر ودرء مخاطر ما في نتيجة ولا في أهداف كانت واضحة فالمخاطر كانت زبيحة السودانيين وتشريده ومهانته ومزلته نتيجة كانت شنو العملية العمل تاني نتيجة الواضح من الأوراق دي تعمل انت العمل من يوم 18 12 لليوم النتيجة كانت ورين ورين النتيجة الملموسة كانت شنو وقير نواح وألم ومواجه وآخرة انترنت ده ما في عشان رسل لزول نتيجة كمين أقده كانت شنو يا أخي مساحات إضافية للجنجويد متنفس للجنجويد الإمداد ومنطقة يعاجفة جرحاهم ونقلوا لا جرحاهم وكلهم ناس قاعد على جونا مؤن وتشوين مجان عربات إضافية وزخائر من الفرغ الأولى جالوا زخائر جالوا دبابات جالوا عربات وكل حاج عشان كده 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 نتسلي مفتاح تجنيد عناصر جديدة تجنيد تلكمين حقك يا عسكر يا زكي اتنهبت البنو كلها واستحوز على كل المال المال اللي بيشترو بالسودانيين زادهم وأجيرون زادهم وبيشترو بالناس اليوم الليلة جايين من أي منطقة في العالم بيشتروها بقروشنا نحن وذي الخطة لديناك لها أول طرحنا في المركز ده إنه العمر دي تقفل والسودانيين عندهم شنو هالسل اصلا اتخاذ مدني كمركز لانطلاق عمليات النهب والسل 39 قرية المرصد بيقول لك المرصد اللي عندنا حسب المعلومات المباشرة من شهود العيان والناس في القرى في 35 ناس ماتوا وأكتر من 120 قريح وأنا افتكرين هذه لسه معلومات أولية وانو المعمل جنجويد كبير انت ما شوفت ولا عارف لابتعرف تسلم في كل قرى الجزيرة ما فيش هسف فيلم رعب مدور والحرب بالغزرة تزداد غزار كل لحظة في قرى الجزيرة ومستمرة ونتجت الكمين بتحتك ما زالت مستمرة رجبت الكمين بتحت تسليم مدني ما زالت مستمرة في أبشح صورة وماشى على أسوأ وبكرة فيها مجاهة تعلينا انتاوية تعلينا الوامر المتحين أخذوا بالتغدوم ده موقع تفاوضي إن كانت في مفاوضات رفعت معنوياتهم بيقة الجزيرة ما كان يلجأ ليه لأي مكان يهزم فيه بيلجأ للجزيرة أي موقع يهزم فيه في مدرمان في بحري في خرطوم حير جون الجزيرة والشارع فاتح يسافروا بالسلاح بأي حاجة أفعي تقول لي انتاو برهان قلبك على البلد فكانها من غير بواب بمدني إنتا ما قادر تغطي عندك السلاح موجود ما قادر تغطي بين مدني وخارطوم شارع قادر ما قادر تغطي ومدني دي على فكرة دخل وجه جيد بمجنوعة بسيطة جدا ولا كان في أدنى مقاومة مقاومة الكبر لي ما بتعتبر مقاومة في فرقة كاملة اسمها الفرقة المولى برهان جاب المخاطر لمدينة مدني وحول لمدينة أشباح وفي الامرع تغطي زعاب وشرية مدينة كانت آمنا ووادعة وملجأ للسودانيين يبقى كل مواطن تضرر يا أخوان ناس معوا كلامي ذا يفتح بلاغ جنائي يا أخي ما عندنا شهطة ولا عندنا يفتحوا بلاغ جنائي أفتح بلاغ جنائي إن شاء الله في صفحة عشان تقعد الحاجة تاريخ وريكورد عشان يتحاسف فيه كل من ظلم هذا الوطن وأزل إنسانه الطيب بلاغات للتاريخ والله لو كانت مدني أنا ما عسكري لكن لو كان مدني في فرقة الفرقة القاعدة دي بس لو كانت قاعدة من العساكر البروفيشنال العنده مشرف ما كان أي جنجودة لو يتلم كله ما كان بصق مدني كم وثلاثين من شعفان ربنا يتقبلون شعليائه في القيادة العامة حمو الضرهان من أكثر من المرمية التاتشير وسلحة كامل السلاح الجيش السوداني ده جيش متين لكن يقوده مرياح والله جيش متين لأنه الأنغزوك دين بس عشان أرواحهم المفروض تاني ما في مواطن سوداني الزلة الوكف ليك أمام الجنجويد وها سمون ليك عشان ما تموت إنت إنت بدلت ترد لنا جميل جيت ترد لنا الموت والزلة والمهانة للسودانيين في كل موقع جيت مدت لنا يدك تسبحنا من زهرة نحن ممكن نفهم أنه المرهان أخطأ والحرية والتغيير أخطأ ومعاوم بشرعة الجنجويد والقطاع الدبلوماسي والقطاع السياسي الأدو السياسيين بتعننا أدوه وقد ليدو بيقى يسافر وبيقى وزولتاني واستورد السلاح وتفتحت الأبواب له للتجارة في زهبنا وينا أي شي إحنا قد نتفهم نتفهم الحاجات لحد ما دايك دارين كالاسي والبرهان لير استمرار في السلطة لعبيكم السلك ندا نقدر نفهم الأخطاب تحت البرهان لكل في شرعنت وفتح الباب ويجيبهم ويسكنهم وأدوهم المواقع الاستراتيجية وقاسم معهم بل أدوهم المواقع للجيش كلنا نفهم ده كماضي ونفتكر إنه البرهان ما فهم المعركة ولا فهم القصة ولا فهم الفطة الاستراتيجية رغم إنه شرحنا هنا آلاف والمرض لكن نحن بنتكلم مع حيط صمار وقدام كل الامتهازات دي في الاقتصادية والاكتباء كل الموضوع لكن ما لا يمكن أنا أستوعب من زاوية بتاعت خطأ عسكري بالفهم ده يقود الجزيرة كلها للدمار والتركيع وإزلال إنسان بغرار عسكري لا يتخيزه مدني لا يعلم في العسكرية شيء تحكم الجنرات الغرار ده أنا ما بتخجب ليه لأنه أنا بس بعين لحاجة وحدها إذا عملت الكمين ده والبيت والبيت في وهالي أديك مثال صغير عشان تفهم ده دور عقلك عملت كمين لمجرم في بيت هالي في بيتنا أنا بكون درست أول حاجة المخاطر أنا حاف قد من هل البيت أنا أخليت من أهلي ولا هل قاعدين طيب إذا هل قاعدين هل أهلي المسلحين يقاوم الكمين لأن الكمين جايد مفهوم بالنسبة لكن مفهوم الجنجويد شنو قتل وحرام وصواقت عرب تي وأجانب والسوداني إن خوانا معهم من القبائل درست شنو إنت دخلوا دخلت من المدينة عاسوا فيها فساد دار يجي الجيش يردمهم هناك بالطيران كلهم جي نخذ المدينة كلها في الأرض وده ما سويت ده ذات ما سويت بعض ناس أقمال 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 المدينة إبقى في أبسط الصور جنرال متخصص ما بيتخيز هذا وإلا يكون هو دائر يسلم القصة لموازنات يعلى منهو خيالة تمد على الجيش نفسه والخيالة تمد على التراب والخيالة تمد على المواطن السوداني المطلوب سحيل زول يتخذ غرار زي دابل كمون سينس كمون سينس دي حت أنا لو خطيت فيه رجلي ده رغم قاعد هنا خط فيه رجلي أنا أقول لك دار أعمل كمين خطر جلده في اللغم لحد ما ييجي زول تاني عشان أغش إخوانا ما تنعبوا بعقول السودانيين للدرجة دي وما زلون التصرف ده ومن زاوية فق إدارة المخاطر والكوارث الراجل ده وصل المدني والجزيرة وبعدها السودان كله إلى مرحلة الكارثة المطلوب شنوها الساخ والمفروض يحصل شنو نحن عشان نقدر نواكب ونواصل القصة عشان نشوف ها تمشي إلى نهايات فيات اتجاه اللي هو الشامي اللي هو جاته التعليمات القريناء في البداية ونفزها ونفتكر اللي هو ذاته على خطأ لكن برضو نحن نحتاج المحافظة على اللي هو هاس وشوف يا برهاد ده تحزير مباشر اللي هو ذا ما تقربون لأنه ده هو مفتاح السر والحقيقة بتاحت المدينة عشان تتازم كل الأقاويل إنه كيك لبس جيش وجاب ناس وجنجويد لبس جيش وده داخلين وقالوا ده جيش إضافي لمدني واستلم المدينة وقصة إنه في فبركة حصلت في بيع وشيرة حصل القيادة مع عرفاه وكل المساعد إحنا معادة ما بنستاهل إحنا كسودانين ما بنستاهل اللي دونوا صورة من أي زول سياسي ولا عسكري ولا ما بنح ما بنفهم ما بنستحق إنه يوررون حقيقة الأمور أصلا كيس شكرا جزيلا إنه بعد كلامنا المتواصل في إنه اللجنة دي ماشت وين وصلت وين كيس إنه طلعت حاجات زي دي صادقة أو كازبة بعد المفتاح عندك إنتا الزلدى لابد من المحافظة عليه كل السودانين يتذكروا يسمى الزلدى كويس ويحافظوا عليه الزلدى جاءوا توجيه وجاتوا تعليمات من البرهان والعسكرية مبنية على الأوامر وهنا مكمن البلادة هنا مكمن البلادة اللي هي ما فيها مساحات للتفكير واستخدام العقل الحباك به رب العالمين حيث لا طاعة لتعليمات في محصية التراب ولا طاعة لمخلوق في محصية الخالق والتراب ده في استشهاد في وبدخلك الجنة يبقى مرتبط بطاعة رب العالمين اللي هو الدفاع عن النفس وعن الهرد وعن التراب كلها شهاد أخطأ الليواء الشامي في تنفيذ الأوامر ويزأل الله رب العالمين أخطأ في التنفيذ كان دافع لآخر عسكري عنده لأنه بيعلم علم اليقين إنه إذا الجنجويد دخلوا البلد انتهت البلد وانتهوا سكانا وانتهى أي شي فيه امتهنت كرامة الناس ونهبت البنو وده بديهم تاني تشوين وأكلوا شراب لمدة عشر شهور تاني كاتلو بيه عشرين شهر كاتلو بيه تاني مستمرين في القتال لأنه ضرب ليك مدن هنا سندته ومدت روحه في القتال وخلت خونة الخارج يقل له ويتفاصل يعلم علم اليقين اللي وإنه إذا سلم أو إذا انسحب زبحت الكرامة السودانية وزبحت مدني الجميلة وزبحت مواطنة وزبحت شرف التراب يعلم ذلك دي حالة إنت بتنفس فيها توجيهات وإنت الغايد وإنت في رد حالي لك كثير من التجارب والمعرفة السياسية إحنا محتاجين لاتها ورهان مؤتمر صحفي ما خطاب يجيق قالينا الشاف قال ولا تطلعوا تقولوا لينا الله الكلام دارين مؤتمر صحفي ويجفوا لي والشام دا يجي اللي والشام يتكلم يقولنا التخطي تعليمات أو البيانات الصدرة دي كلها بيانات مخشوش الله دي ما دس دس سؤال نستغز ولا دس سائز ما بحب ولا دس سؤال كيزان كمان اللي بيجي تبرع منهم كل صباح ليل بالروية التانية إنو البيانات الصدرة دي ما سليمة يبقى المؤتمر الصحفي بيقط كل تساؤلات المواطنة المنهوب والمزبوح والمختصب والمهجر والزليل بغاث الطيور بكل دول العالم بتزيل فينا وبتزيل فينا من أمم المتحدة ومن غير من أي حدة مواجح الناس دين حيث با مر البرهان وليهم الليل الناس دين واقفين معاك هم ما قادرين يميز بين المؤسسة والقيادة وده هنا واحد من الشورتيتش بتحت الوعي بتاعنا نحن كالسودانيون أهلي الكرام المؤسسة العسكرية دي ما البرهان ولا الغيادة التلاتة دين المؤسسة العسكرية دي في كل دفعة فيها مجموعة رصينة في إنها هي ممكن الدفعة دي يكون عندها من تشكيل بتاع القيادة وكلكم تشكلوا مجلس لإدارة الحرب ومجلس دبلوماسي تنفض وزارة الخارجية دي ما يكون فيها ولا كوز ما دارين منها ذاته الناس كما لك أي فريق من ناس بروفيشنال ما عاد بنا كالسودانيين دي الاشتري أدفع قروش كلهم ده الكيس بديرو لك في بيوتات قاعدة عالمية بتقدر شغل ليزا إي تقلبك على البلد وما تقول لي أنا عزكري في المؤسسة أولادنا البكاتلو دي بكاتلو بتوجيهات التعليمات مع قوة قلب حرارة قلب في شارع لكن الخيادة الموجودة دي لابد من تنصر للموازنة ما في تصور لأن الحرب يبدأ حتمشي لوين بتحقق لنا هدافنا نحنا بتعدى التراب ولا ما بتحققه خلينا نحنا القاعدين كلنا كلنا ما يتين نحنا كمعارضة أو سميها معارضة أو سميهم ناس الخجلان والناس القاعدين دي الحس كلهم كلهم حيموتون المعادلة بتاع التسليم التراب للجيلا الجاي شنو الخطة بتاع التسليم التراب للجيلا البعاد الجال البايخة دي كلها شنو بتكون سميها معارضة جيش انظروا للجيش كمؤسسة عسكرية في كل دفعة احملوا البنية بتاعتكم الأساسية والتمعوا بالبران دارين شغل بتاع التشكيل للتركيبات دي المركز مستعي يكتب ويقدم لكم ورقة خاصة بإنه كل دفعة تجيب قادتها بالصينين ناس التراب ما ناس التراب ناس التراب على اساس انه استقيما بردوغان ورهان لازم يطلع في مؤتمر صحفي يوري السودانين الحاصل علينا شنون احنا الحاصل علينا شنون احنا وجاءنا مجاعة في الكورنان ربنا ينصر الجيش المؤسسة ربنا ينصر الجيش ويفتح بصائر الشباب الناس الموجودين في الجيش دي ليفتح بصائرهم للتراب خيادة كل المجموعات وكل الدفع الله يفتح بصائركم للوطن العظيم الله يفتح بصائركم التثبيت التراب للأجال القادمة والله يفتح بصائر السودانيين كلهم تخلوا بصاق الان ما ليخدم تبقى قصتنا التراب العظيم كلنا ويزوا الأخطى في موقف خجلان ولا قيرو صحح موقفك خليك واقف مع التراب ده والله ما تجين عوجه إذا التزمنا بالتراب ده كلنا ما بجين عوجه ولم نختلف ذاته أصلا لأنه القصة بتبقى تراب وما في سوداني أصيلة وسوداني أصيلة بتمقنع ولا وتمقنع بيختلف عمر التراب ربنا ينصر في أمان الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر